السلام عليكم وياكم محمد الحداد في هذا الفيديو رح نتكلم عن لابتوب هواوي ميت بوك اكس وإذا كنت مهتم فعلا بهذا الجهاز فهذا الفيديو رح أجاوب على 200 من أهم الأسئلة اللي ممكن تنطرح عن هذا اللابتوب السؤال الأول لأي شريحة موجه هذا اللابتوب بالضبط ومنه المفروض يفكر يشتريه والسؤال الثاني شنو السبب اللي يخلي سعر هذا الجهاز مرتفع نتكلم عن 1300 دولار فخلينا نشوف فبالله أبلج بالتفاصيل لازم نذكر أنه اللابتوبات هواوي صارت متوفرة رسميا في السوق العراقي هذا الشي مهم جدا كونك رح تاخذ خدمات مع بعض البيع مثل الصيانة والضمان وتوفر قطع غيار في حال واجتك مشكلة معينة فيكون الاستثمار أفضل من تكون الشركة موجودة بشكل رسمي بكل تأكيد رح أبدي هذا الفيديو بتجواب على السؤال الثاني شنو السبب اللي يخلي سعر هذا اللابتوب يكون 1300 دولار يعني نتكلم عن مبلغ مليون وثمانمية وخمسة وثمانين ألف دينار عراقي والجواب في رأيي يتعلق بعنصرين الأول التصميم والمظهر حتى يبرزون جهاز بهذا الحجم والوزن يحتاجون يحشرون قطع هواي بجسم صغير وثانيها الشاشة اللي رح نتكلم عنها بعدين أولا واحد من أهم الأسباب هو التصميم مثل ما قلنا والشكل والطريقة اللي يتحاول بها هواوي إبراز عضلاتها بهذا الجانب جسم نحيف وخفيف جدا بالنسبة للابتوب تقريبا برفع التليفونات اللي نشوفها اليوم وهذه نفسها فلسفة أبل مع الماكبوك لكن هنا بوزن أقل حتى نتكلم عن واحد كيلوغرام فقط وبسمك رفيع 13.6 ملي فالحجم والخفة والنحافة صراحة ياخذن عشرة على عشرة تقدر تاخذها وين ما تريد وما رح تحس انك شاي اللابتوب أصلا عندك بصمة مدورة مدمجة في زر الباور ما كان عندي مشاكل وياها مستواها مقبول جدا واستجابتها وقراءتها لبصمة الأصبع جيدة بالنسبة لمواد التصنيع هنا فالمفروض هي من الألمنيوم ولكن بصراحة الفينش تحس بلاستيكي أكثر ما بي لمسة أو إحساس المعدن اللي بلابتوبات أبل على سبيل المثال وأتصور أنه هالشي صار بطريقة مقصودة حتى يلعبون على نقطة الوزن والخفة وسهولة الحمل والتنقل بهذا اللابتوب طبعا بالنسبة للمنافذ أيضا فعندك الـ USB-C من الجهتين وأيضا منفذ 3.5 مليمتر وإذا تحولت وتكلمت عن تجربة الكيبورد فبصراحة هي تجربة حلوة مع أن الأزرار محشورة حشر حتى يطوك الفول سايز لكل زر لكن تجربته اللطيفة وأيضا راح يكون بيهم باك لايت بالخلف ضغطة الأزرار وطريقة الكتابة صراحة على هذا الكيبورد تعتبر مثالية إلى حد ما على لابتوب بهذا الحجم لكن واحدة من الأشياء الموجودة بهذا الكيبورد وهي من الأشياء الحلوة والبشعة بنفس الوقت هو مكان الكاميرا مكان الكاميرا كمكان وفكرة تعتبر خرافية مخفية تحت أحد أزرار الكيبورد طبعا حتى تزيد موضوع الحماية والأمان بالنسبة للناس اللي مهووسين بهذا الجانب ففكرة حلوة ولكن البشع اللي بيها هو النتيجة اللي راح تحصلها فرح تاخذ صورة بهاي الطريقة وإنما أنت فاتح هذه الكاميرا الناس اللي تشوفك راح تشوف السقف بشكل واضح وحنشك راح يكون بالسنتر وما عندك أي أوبشن تعدل وضع الكاميرا إلا تشيل اللابتوب واتحدل مكانها واتخليها بمستوى وجهك فموضوع الكاميرا هنا صار عليها هواي كلام أما بالنسبة للتراكبات فهو ممتاز جدا ويدعم الملتي تتش ويعتبر من نقاط القوة تجربته ممتازة بالتصفح والتنقل على فترات طويلة وهذا التراكبات تحته راح يكون عندك الانفسي اللي يوفر خاصية الهواوي شير هذا الخاصية الرهيبة خصوصا وتحديدا إذا كان عندك تلفون هواوي فتجيب التلفون وتشغل البلوتوث والواي فاي والانفسي وتحطه على التراكبات ورح يفتح مباشرة واجهة واجهة هواوي اللي ممكن نعتبرها مفهوم هواوي وهو مفهوم صراحة رائع من تفعل هذه الخاصية راح تعرف قيمة الترابط بين تلفونك واللابتوب فتصير تنقل ملفات أو صور أو أي شي عبر الدراج ودروب فتسحب الملف وتحط على سطح المكتب وخلص انتقل من تلفونك لللابتوب تقدر تسوي مكالمات وتعد الملفات وتتحكم بتلفونك بشكل كامل عبر هذه الميزة خصوصا أن الشاشة هنا تتش شاشة تدعم اللمس وهي السبب الثاني اللي يخلى سعر هذا اللابتوب يرتفع لهذا الحد الشاشة هنا بحجم 13 إنش LCD من نوع LTPS شاشة بدقة 2000 في 300 يعني نوعا ما رزولوشن محير لا هو 2K ولا هو 4K لكن بشكل عام هذه الشاشة رهيبة فعلا سطوعها عالي ألوانها ممتازة وهي مناسبة جدا للناس اللي يتعدل صور فمعايرة الألوان بها أكثر من رائعة وهي الأقرب للطبيعي نوعا ما وأيضا بالنسبة لللمس فاستجابتها لللمس جميلة جدا ورح تدعم اللمس المتعدد بأكثر من أصبع والأقوى من هالشي هو استغلالها للحواف 90% مستغلة مساحة ضخمة ومخلية حواف رفيعة مظهرها عصري جدا صراحة واللي يكمل تجربتها هي السماعات القوية أربع سماعات متوزعات على فتحتين بالجوانب فعلا تحس انهم ما استرخصوا بهذا الجانب بحيث تجربة الصوت والصورة هنا فخمة فعلا طيب قبل لا نجاوب على السؤال الأول والأهم اللي طرحناه بداية الفيديو وهو لأي شريحة موجه هذا اللابتوب بالضبط ومنه المفروض يفكر يشتريه لازم نشوف مواصفاته والهاردوير اللي موجود بالداخل أولا فعندك معالج أنتل اي فايف الجيل العاشر بتردد 1.6 جيجا هيرتز مع 16 جيجا بايت رام البي دي دي آر ثري وذاكرة تخزين 512 جيجا بايت اس اس دي بي سي اي 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 ام في ام اي ومعالج رسومات اليو اتش دي جرافيكس من أنتل وبالنسبة للأداء فاللابتوب هذا غير مناسب للجيمز بالدرجة الأساس يعني إذا أنت ناوي تشتري هذا اللابتوب حتى تلعب ألعاب فهو اختيار خاطئ وما أنصحك به أبدا نعم تقدر تنزل عليك هم لعبة على الماشي بس مو كل الألعاب خصوصا الألعاب الثقيلة ما رح يتحملها معالج الرسومات ولا حتى المعالج الأساسي لأنه أساسا ما عندك مروحة تبريد هنا وبالتالي الميتبوك اكس كل ما رفع الأداء رح ترتفع حرارته ورح يضطر أنه ينزل الأداء حتى يبرد نفسه وأيضا هذا اللابتوب ما أشوفه مناسب لمونتاج فيديوهات الفوركي لأنه رح نرجع لنفس قضية التبريد والحرارة فيديوهات الألف وثمانين تقدر تشتغل عليها عادي والبلاي باك يشتغل بطريقة طبيعية ولكن الفوركي والفيديوهات اللي بكواليتي عالي رح يعاني وياهن طبعا من الأشياء المهمة هو الشاحن الخمسة وستين واط اللي ييجي داخل العلبة مع كابل يو اس بي سي تو يو اس بي سي وتقريبا رح يطيك بين الست ساعات إلى سبع ساعات استخدام واللي هي أرقام ممتازة أكيد بالنسبة للابتوب وبهذا النوع الألترابوك اللي دائما تحتاجها تكون وياك وين ما تروح في البطارية نعم مهمة وهناه يتأدي الواجب على أكمل وجه نرجع للجواب عن السؤال الأول لأي شريحة موجه هذا اللابتوب ومنه مفروض يفكر يشتريه بصراحة الموضوع محير شوي قد يكون هذا اللابتوب مناسب جدا للأشخاص اللي ميهمهم السعر بنفس الوقت عاجبتهم الشاشة والتصميم والخفة والمزايا اللي تكلمنا عنها ممكن يفيد الطلاب طبعا ولكن بهذا السعر ممكن للطلاب تقدر تشتريه أكيد وهواوي يعدها خيارات أنسب وأرخص وبمواصفات ممتازة بس الأكيد أنه رح يفيد الناس اللي يتفكر تشتريه وعدها تلفون هواوي وتعتمد على هذه المنظومة وحابة تكون العائلة الشاملة حتى تاخذ كل المميزات اللي تربطهن مع بعض وتكون الهواوي إيكو سيستم فنعم رح يفيد الناس اللي عندها تلفون هواوي وسماعة هواوي ويمكن تابلت هواوي وتفكر تشتري لابتوب هواوي جدا الموضوع رح يكون ممتع ومفيد خصوصا أنه هنا ما عندك مشاكل بخدمات جوجل أو أشياء مثل هذه مثل اللي موجودة بالتلفونات فهنا نظام ويندوز رسمي من مايكروسوفت مع تحديثات كاملة والموضوع جدا طبيعي أيضا هذا اللابتوب رح يفيد الأشخاص اللي يحتاجون يعدلون صور على فوتوشوب أو لايت روم أو شغلهم على الأوفيس وممكن يحتاجوا إياه يستخدم كروم ويفتح كم تبويب فهذا اللابتوب أيضا رح يكون مناسب إلهم ولكن مثل ما قلت لكم للأعمال الثقيلة للأعمال القوية المونتاج العالي للعاب الثقيلة فهذا اللابتوب ما رح يناسب هذه الفئات وبس فيديو متأخر نعم ولكن بعد فيديو الآيفون أخذنا استراح أسبوعين تقريبا وإن شاء الله الفيديوهات قادمة أكثر وأكثر الفترة الجاية فأتأكد أنه تشترك تفعل الجرس حتى توصل الفيديوهات أول بأول أيضا تابعني على انستغرام فيسبوك تليجرام كل رابط موجودة بالأسفل تحياتي أخوكم حمد الحداد فيما لا ترجمة نانسي قنقر